المخاء وبعد عامين من انتهاء المواجهات تعود إلى واجهة الأحداث مجدداً وهذه المرة عبر صواريخ ميليشيا الحوتي أطلقت الميليشيا أربعة صواريخ سكود وطائرة مسيرة استهدفت مخزناً للأسلحة في معسكر الإمداد التابع لألوية العمالقة سقط جراءها أكثر من عشرين من المدنيين والعسكرين بين قتيل وجريح قيادة القوات المشتركة في جبهة السحل الغربي اعتبرت في بيان لها أن الهجوم الحوثي على المخاء هو إنهاء للهدنة ونصف لجهود إحلال السلام في اليمن يقول أحد أبناء المنطقة للمساء اليمني إن الاستهداف الذي طال أكبر مخزن سلاح للقيادة المشتركة تزامن مع استهداف ميليشيا الحوثي لثلاث جبهات على طول مساحة الشريط الساحل الغربي من الدريهم إلى حيث مروراً بالتحيطة عملية يبدو أنها كانت ضمن خطة كبرى لاستعادة المناطق التي فقدتها الميليشيا خلال العامين الماضيين بعد انطلاق عملية تحريط الساحل الغربي في محاولة لاستغلال الاضطراب الذي تعانيه الجبهة بعد انسحاب عدد كبير من قوات العمالقة إلى عدن لدعم قوات المجلس الانتقالي في مواجهة قوات الحكومة الشرعية ناهيك عن الاتحاق عدد من ضباط ما يسمى حراس الجمهورية التي يقودها طارق صالح بميليشيا الحوثي في صنعاء وهو ما يثير علامة الاستفهام حول ما إذا كان لهولاء يد في تسريب إحتاثية المواقع التي طالتها عمليات القص وهكذا تبدو الحرب في عامها الخامس ففي حين تصارع الشرعية للحصول على موضع قدم في عاصمتها المؤقتة يتهيأ الحوثي لمعركته القادمة في الحديدة وعلى طول الساحل الذي يعود بالمعركة إلى القرب من عدن بحسب الفريق الحكومي في لجنة إعادة تنسيق الانتشار فإن ميليشيا الحوثي قامت باستحداثات عسكرية جديدة في جبهة الساحل الغربي عمليات حفر الأنفاق وزراعة حقول الألغام وإقامة الحواجز في الأطراف الجنوبية والشمالة والشركية لمدينة الحديدة مستمرة بوتيرة عالية لكنها حرب كما يبدو من جهة واحدة لم تجد في مواجهتها إلا تنديدا أمميا خجولا يضع دائما جميع الأطراف في سلة اتهاماته شكرا